بعد انطلاق التظاهرات الشعبية في الاول من اكتوبر عام 2019 في عدد من محافظات العراق حيث اخذت نادي بجملة من المطالب الدستورية المشروعة توفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين واجاد فرص العمل كانت من ابرز اولويات المحتجين في ساحة التظاهرة اخذت الاحتجاجات تتسع وتستمر وانتقلت لمرحلة الاعتصام بعض المطالب نفذت واخرى طور الانتظار لكن بدأت في الاوينة الاخيرة تتولى لدى بعض قادة الحراك الشعبي فكرة انشاء جبهة او تكتر سياسية خوض غيمار المشاركة في العملية السياسية ويشترك في الانتخابات النيابية القادمة هذه الخطوة جاءت بعد اقتناع تام لدى عددا من قادة تظاهرات بضرورة وجود كيان سياسي ينافس القوى السياسية الاخرى وينادي بعدد من المطالب الشعبية التي لربما لن تتحقق الا بوجود ضغط سياسي وعامل مؤثر في مصدر القرار النيابي والحكومي ردود الافعال الشعبية خصوصا في ساحات الاحتجاج اختلفت بين مؤيد ومعارض حيث الاول يعتقد باهمية وجود تمثيل سياسي للمتظاهرين خصوصا وانهم دخلوا بمرحلة صراع سياسي من بعض القوى المتماسكة بزمام الامور وبين طرف اخر متردد من فكرة تأسيس تيار سياسي خوفا على ضياع حقوق المتظاهرين وعقد صفقات في خلف الكواليس لكن قادة الحراك الشعبي تعهدوا بعدم الخوض بغمار العملية السياسية الا بعد اقناع وجهات النظر المختلفة ومن ثم العمل على وضع اولى الخطوات بتشكيل جبهة سياسية الممثلة لساحات التظاهر السلمي حيث اقرار ميثاق او اهداف جبهة سياسية واختيار الشخصيات الكفوة وحملة الشهادات وبعد ذلك تسجيل التمثيل السياسي لدى مفوضية الانتخابات بشكل رسمي ليكون مؤهلا للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة والعمل على تحقيق ما تبقى من مطالب شعبية من بغداد كرار زيادي داباليو تيفي